طريقة السلف في حفظ القرآن السلف الصالح كان يحفظ حفظ يومي في كل يوم يحفظون القرآن مع النظر في تفسير هذه الآيات ثم يستعينوا بالله سبحانه وتعالى على العمل بهذا الذي حفظوه ودرسوه لذلك يجب أن نكون على طريقة السلف نحفظ حفظ يومي للقرآن نصحح القراءة قبل الحفظ تصحح القراءة خاصة قراءة سورة الفاتحة نحفظ حفظ يحفظ ينظر في تفسير مختصر لا يلزى من يقرأ في تفسير مطول يقرأ في تفسير مختصر ايORDIN ثم يستطيعون بالله سبحانه وتعالى على العمل و هذا يكون حفظ وعمل و بعد هذا الدعوة إن شاء الله تعالى والله أعلم